في النارية بس عشان ما نطول على الدكتور غيث وهو في الميدان حقيقة في خاركف حتى لا نتسبب له بأي مشكلة دكتور غيث أريد أن أختم معك الآن بعد زيارة الرئيس أردوغان إلى ليفيف واللقاء بزيلنسكي واللقاء أيضا بالأمين العام للأمم المتحدة شو الحديث الذي وصل إليكم هل في كلام مثلا عن يعني أي مؤشر على وقف إطلاق نار على هدنة قادمة على استئناف مفاوضات سلام على تهدئة لأن البنتاجون اليوم في تصريح لافت جدا لمسؤول في البنتاجون يقول بأنه في مرحلة جديدة دخلت في أوكرانيا تمثل عجزا روسيا بعدم التقدم على الأرض بالطبع ما تحدث به وأنوه معاليكم بهذا الموضوع بأن ما تحدث به وزير الدفاع الأوكراني يوم أمس بأنه لا توجد أي نية للتفاوض إلا بعد خروج القوات الروسية من الأراضي شبه جزيرة القرم أو الميدان هو الفاصل هكذا تحدث وزير الدفاع الأوكراني يوم أمس في تصريح له كان تصريحا ناريا بعد أن استهدفت بالفعل مقرين عسكريين في شبه جزيرة القرم وأيضا في مدينة بلغراد الروسية أيضا زيارة الرئيس أردوغان أعتقد بأنها كما تحدث الرئيس الأوكراني وكما قام بإرساله إلى السوشال ميديا وإلى الميديا الأوكرانية بالطبع بأن هذه الزيارة هي زيارة مهمة جدا ترسخ العلاقات التركية الأوكرانية كما وصف الرئيس الأوكراني أن الرئيس التركي وحكومة تركيا هي الصديقة الوفي والجهة الآمنة والضامنة الوحيدة لفرض السلام في الأراضي الأوكرانية وأيضا تحدث في هذا اللقاء الذي جمع ما بين الأمين العام للأمم المتحدة وأيضا الرئيس رجب طيب أردوغان بأن أوكرانيا سوف لن تدخل في محادثات لحين تعادت القوات الروسية لما قبل عام 2014 هذه ما تحدث به الرئيس الأوكراني كما أيضا تطرق الجانبين حول موضوع زابروجا وأيضا عن حول نقل الحبوب وعملية استمرار نقل الحبوب وضمان أمنها للوصول إلى كافة دول العالم ما شاء الله عنك يا دكتور غيث لا أريد أن أطيل عليك أكثر نعم المراسل الحربي أنت وناشط ورئيس جمعية دولية لحقوق الإنسان وأيضا بالتحليل السياسي ما شاء الله عنك والميداني المهم دير بالك على حالك أنت الآن في نقطة مستهدفة تعرضت للقصف لا نريد أن تتعرض لأي مكروه ربنا يحفظك دكتور غيث شكرا لك شكرا جزيلا شكرا لدكتور غيث أحمد مناف